الاخر جزء النهاردة معانا في الحلقة هو درس عملي ودرس عملي للي امتبعنا يعني من الحلقة اللي فاتت ان احنا بنقول في كل حلقة زي معلومة كده بشكل عملي بتتعمل ازاي انا بعمل كده عشان بطلع من جيبي حاجة كده هتفهموا ايه يا دلوقتي خلاص بطلع من جيبي البتاعة دي لان الدرس العملي النهاردة عن التخلص من افرازات الانف والحلق عند الاطفال اللي هي البلغم يعني عند الاطفال في الشهور الاولى اول حاجة خالص عايزين نتكلم عنها سريعا هي البتاعة اللي في ايه دي دي اللي اسمها شفاطة الانف اهي دي اهي شايفين انا بعمل ازاي بضغط عليها ازاي ناس كتير قوي بيبقوا مش عارفين البتاعة دي بتستخدم ازاي شفاطة الانف دي المفروض ان انا بحطها عند المناخير طب بعد كده بقى بضغط ولا بعمل ايه الحقيقة الدرس العملي بقى بتاع النهاردة هو ان احنا شفاطة الانف دي بنجيبها بنحطها عند طرف المناخير على فكرة ما تدخلوهاش قوي ما تقسوش الموضوع عليكو او علينا احنا ككبار ان احنا نقدر ندخل كده حاجة في مناخيرنا لا الاطفال مناخيرهم صغيرة قوي فيا دوبك كده عشان يعني خوفا من لقدر الله انها تجرح الغشاء او النسيج بتاع الجلد عند الطف احنا بنحطها عند طرف المناخير تمام بس بنحطها وهي مقفولة يعني واحنا ضغطين عليها فهمتوا قصدي اهو انا ضغط عليها اهو شايفين بندخلها المناخير بتاعت الطفل نحية نحية طبعا وهي عند طرف المناخير بنروح سايبين السح يعني انها عشان ترجع بقى دي بتروح سحبة البخاط او الافراز من الانف تمام وبنكرر ده في الناحية التانية شوية كده تيبس او ملاحظات عملية الطفل هيعيط بيعيط كل اطفال بيعيطه في الحركة دي كل اطفال بيعيطه حاجة تانية لوحدها دي كفاية الاجابة لأ لانها لما بتشفط الافرازات دي ما بتشفطهاش بشكل كامل هي بتخليكي شايفاها فانتي هتحتاجي منديل انك تروحي برضو شايلها كده بترفق المنديل لأ لسه شوية هنرجع لسه هنرجع لسه تمام عشان هو بس الزملائي ماسكين حاجة حاجة يعني خلاص وضع بقى الطفل لما بنحط له نقط الانف فيه نقط انف بنحطها وطبعا كل دي بقى شراف طبي ما بنعملاش من نفسين فيه نقط انف بتبقى حاجة اسمها محلولة الملح وفيه بخاخات هنتكلم لسه عنه بس وضع النقط الطفل أو وضع النقط دي في انف الطفل بتفرق فيها السن حسب الوضع بتاع الرأس رأس الطفل يعني هقول لكم قصدي ايه ما احنا في درس عملي لو الطفل ده تحت عمر سنة ونص بنخلي دماغ الطفل على جنب وإحنا بنحط له النقط تحت سنة ونص بنخلي دماغ الطفل على جنب وهو على جنب يعني زي منا كده يعني بتخديه كده على حجرك وعلى جنب وتبتدي تحطيه النقط تمام؟ ده لو تحت سن سنة ونص فوق السنة ونص لا بيبقى هو في الوضع المستقيم العادي وبينقاط له في مناخيره عادي وزي ما اتفقنا النقط دي من الحاجات الفعالة أوي اللي بتساعد على التخلص منها الإفرازات كمان فيه مستحضرات طبية بخاخة الأنف بخاخة وعلى فكرة البخاخة دي هقول لكم حاجة غريبة أو أجود أنواع البخاخات دي يعني فيه نوع كده مستورد وغالج أجود حاجة خالص بتكون عبارة عن ميت بحر مياه بحر بس معالجة يعني ومحطوطة في البخاخة دي لأن مياه البحر دي أكتر حاجة بتساعد على التخلص من الإفرازات طب بنعمل إزاي؟ نفس الحكاية على فكرة بتاعت النقط لو الطفل تحت سن سنة ونص بنقعدوا على حجرنا دماغوا على الجنب وبنبخ في الناحية دي بخة وبخة البخة بتكون حوالي يعني بتاخد ثانية أو ثانيتين مرة تانية الطفل كده كده هيعيط ما تخافوش ومرة تانية ما تدخلوش البوز بتاع البخاخة دي قوي عشان ما يعورش الطفل ومرة تالتة البخاخة دي من ميت البحر ميت البحر يعني الناس اللي بيسمعونا من المدن الساحلية فاهمين قصدي كويس وهم بيعملوا حكاية دي لدرجة فيه ناس الكبار يعني فيه ناس كبار بيعملوها بيجيبوا حقنا كده أو اللي هي السرينجة دي من غير السن ويجيبوا ميت البحر دي وحطوها كده في منخير طبعا إجراء مؤلم شوية بس هم عارفين ودي من التقوص يعني في المدن الساحلية دايما إنها دي من أكتر الحاجات اللي بتساعد على التخلص من إفرازات الأنف أو الإفرازات اللي بتنزل بنسميها بوست نيزة اللي هي ما هي خلف الأنف طيب هل دي كل الطرق اللي بتخلينا نتخلص من الإفرازات أو نقاوم الإفرازات سواء في أنف الطفل أو الفم الإجابة لا فيه إجراءات تانية وفيه إجراءات قديمة كده كان كويس قوي حاجة اسمها بخار الحمام كل الناس جدودنا يعني جدود الأطفال مش جدودنا جدود الأطفال عارفين دلوقتي حالا أنا بتكلم في إيه كانوا يقولوا إيه دايما الأمهات ربنا يا رب يدي العمر والصحة لكل الجيل من الجدود والجدات لما كان الطفل كده يخنفر شوية ها وتحسي كده أن بنا خيره مليانة كانوا يقولوا لبناتهم بقى لي متجاوزين إيه أو لولادهم يعني ويقولوا لمرطاتهم يقولوا إيه ادخلوا بيه الحمام شوية يشم كده البخار بتاع الحم يعني وهو وإنتوا بتحموه أو إنتوا بتحموه الحكاية دي على قد ما هي مفيدة على قد ما هي لازم تتم بمحاذير كبيرة قوي والحقيقة أنا شخصيا لا أميل إليه هو إجراء سليم بس أنا لا أميل إليها ليه أولا علشان الهادر من المياه ما هو إيه اللي بيحصل إن أنت بتعودي بتاخدي الطفل مثلا بتعودي جوه الحمام بتجيبي كرسي ولا حاجة بتعودي وبتخلي المياه سخنة قوي اللي هي بتنزل من السخان سخنة جدا وتنزل على حاجة يعني ما تنزلش كده مباشر يعني لازم تنزل مثلا على حاجة أو يعني المياه تخبط في حاجة عشان يطلع بخار هو كده كده هيطلع بخار يعني تمام بس الحقيقة إن ده هادر المياه فيه هادر كبير قوي من المياه فده الحقيقة إن الحاجات اللي قبل كده أمان وبتحقق نفس النتيجة إن لم يكن أفضل تمام طيب تاني حاجة بتخوفني يعني الحاجة الأولية دي الحاجة حرمانية حتى يعني فيها حرام إن يبقى مياه كده يعني بتقع من غير سبب يعني هادر مياه يعني تاني حاجة خطيرة إن البخار ده ممكن يزيد قوي خلاص يعني ممكن الناس وهم قاعدين بيزيد قوي البخار ده حتى ده في الناس الكبار حمامات السونة والحاجات دي كلها بتبقى ليها محزير كبيرة جدا جدا فالحقيقة أنا بخاف لأن فيه ناس ممكن تستغرقها الأعدة في الحمام أو البخار يزيد فييجي الموضوع لقدر الله بالعكس فأنا عشان كده بقول رغم احترامي وشكري وتقديري لكل أهلين الكبار اللي بينصحوا النصيحة دي خلينا بقى احنا كأجيال جديدة ابعدوا شوية أنتوا عن النصيحة دي عشان تنفذها بشكل عملي زي ما سمعتوا كده على محزير كتير قوي نفس الحكاية بنفس المحزير فحاجة تانية كانوا زمان يقولوا ايه بنجيب حلة وبنحطها على البتجاز أو زمان قوي قوي بقى يقولوا على الوبور الجاز ويحطوا فيها سبغة بتتجاب من الصيدلية أنا بتكلمكم على زمان قوي يعني كانوا أسات زيتنا احنا في كل طب بيشرحوا لنا الحكاية دي ويحطوا السبغة دي على المية وهي بتغلي ويخلوا الطفل يستنشق البخار نظريا نظريا ده إجراء طبي ولكن عمليا ده إجراء صعب جدا لأنه محفوف بالمخاطر فأرجوكوا بلاش هذا الأمر يبقى بلاش حكاية البخار كتير خلاص لو دقيقة كده ولا دقيقتين ماشي بتاع الحمام يعني يبقى أثناء الحمام كمان يعني وانت مثلا بتستحمى كده بسرعة أو بتتوضى أو بتغسلي وشك أو بتاع يعني شوية لو فيه شوية بخار كده تمام تمام إنما هو عشان يجيب نتيجة لازم الحقيقة يبقى فيه كمية بخار كبير فبلاش عشان هدر الماء زي ما قلنا وعشان الخطورة وبلاش حكاية حلل الحلل تحط على النار والبخار دي تمام كده وأخيرا أحيانا بيلجأ الطبيب إنه يكتب لك على جلسات لاستنشاق بالبخار اللي هي النيبيولايزر أو الجهاز اللي هو بنحط فيه المركبات الدوائية ويتحط ماسك عشان الطفل يستنشقها ودي طبعا أحد الطرق المهمة جدا والفعالة جدا في التخلص من الإفرازات ولكن دي بنالجأ لها في الآخر أنا بكلم هنا كأطباء بنالجأ لها في الآخر مش زي ما بعض الأطباء بيعملوا خبط لازق كده يبتدوا بيها أرجو إنكم تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة واستفدتوا منها وزي ما بقول لكم ارجعوا للحلقة على السوشيال ميديا أو على اليوتيوب تفرجوا عليها اكتبوا لنا تعليقاتكم شاركوا معنا بفاعلية وقولوا رأيكم في كل الأجزاء سواء في حلقة النهاردة أو في الحلقات الجاية إن شاء الله يحكى أن متواصل مع حضراتكم وأنا بكون متواصل مع حضراتكم من السبت الاتنين وأنا إن شاء الله أشوفكم يوم السبت الجاي مع خالص تحياتي